موسيقى سلام بنات سترتبت وشي كريم نيفيا والشفايفي بيتندر كير ثم اعتقدت سوق فانداشن جوردانا 0-1 ل床 اصطر اني يكون روز لاني نغلط كلنا وبعد ذلك دي اللوز باودر بتاعت MN برضو لونها على الروز درجة 06 وحطيتها عليها عشان تزود الكفريج بتاعه لانه هو مفهوش تغطية خالص يعني مش بعمل اي تغطية تغطيته لايت جدا فخلطت اللوز باودر معاه وقدت واخدأ 2 بامس يعني ضغطتين وبعد كده بفرشة الفاونديشن انا خلطتهم مع بعض وكده بتديت اوزعهم على بشرتي طبعا انتو شايفين الروز واضح ازاي انا قصدت انه يبقى روز وكنت عاملكم في اللايف كده علشان كلنا بنغلط في الحاجة دي فعايزين نصلح الغلط دلوقتي جبت البيتي بلندر بتاعتي اللي هي مرتبة ووريتكو نوعين من الفيكس سبري انا استخدمت بتاع فوريفر 52 رشيته عليها عشان يسبت لي الفاونديشن لاطول فترة يعني ممكنة بعد كده من الاجيرل او الاجيرل استخدمت درجة الكنسيلر ده درجتها ييلو عشان يصفر الفاونديشن شوية معي وده مكتب البيتي بلندر زي ما انتو شايفين وحاولت نغير لونه لاني طبعا مش هنرميه بعد كده استخدمت الكنسيلر بتاع اام بتاع ميبليم فيتومين درجته درجة عشرة وده مكتوب بردو بس سبت له لحظة معا في اللايف عشان يديني كفر بعد كده جبت دي بتاع ام ان العاجة بتاع الكنتور درجتها 06 وحطيت عليها نقطة من زيت جونسون علشان هي ما بتتحركش وبتكتل من جير اي زيت حطي زيت او اي سيروم عندك طبعا عندما حطيتها عملت شوية بوني بس مش اللي انا كنت عايزاي يعني هي تخطيطها خفيفة جدا فما بتعملش حاجة فجبت الكنتور بتاع بريتي وومن ده دركته برضو 06 استخدمت البودر الصفرة اللي فيها هحطه على كل بشرتي معادة تحت عيني بصنا بحاولة صفر بحاولة تدير درجة صفرة وبعد كده هنا خطوة مهمة تلميسي كده بشريتك خصوصا في الصيف لاحظتي انها محتاج بودر بتحطي تاني بعد كده دمكت الكنسيلر اللي تحت عيني عشان ما يبقاش مخطط وكل مدمج عين اقوم مسبتها بالبودر اللي كان في بالت الكنتور بتاعت بريتي وومن درجته صفرة فكده اللون بتاعت يصفر شوية معنا بعد كده بتأكد تانين وبعد كده استخدام البودر بردو اللي جنبيها على أصفر قوي ده كله احنا عملين نزبط الدرجة بعد كده هاخد الكنتور ده ده دي افتح يعتبر درجة في الكنتور وعلى أورنز أحنا عملين نزبط الدرجة يجبط الدرجة وحنا عملي أقوم بردو من المنزل نزبط الدرجة لتزاودي الكنتور و هنا جبت فرشة الكنتور عشان ارسم الكنتور بتاعي هو بودر بس انا برسمه واكنه كريمي بعد كهات ميجو تاني دي فرشة الكنتور يا بنت و كده بزود طبيع الحسن اللي عندي كنتور بنبرز بي ملامح و بنجمق بي ملامح استخدميه حسب ما تحبي فالفرشة دي ما كانتش بتدمج معاي قوي فاخدت الفرشة التانية اللي استخدمتها في البودر لانا بتدمج معاي قوي كده احنا بنتصمر الحتة اللي هي مفرون تبقى بتاعت الكنتور شو حتة البقية لما تبقى فتحة ما يبقاش كل روز بعد جبت بتاع الاي برو بتاع ام ان استخدق حطيته في الفرشة الاول الواقس بعد كده هاخد اللون الغامع وارسم حواج بي بي اول خطة بعملها باشد خط من تحت خط مستقيم للاخر مبقفش بي كي شديته من الاول للاخر بعد كده بجيبها من عندي اي مصكرة نشفة وانا غسلاها وننظفها باش ادي اعتبر من النص الاخير كده بحاد بقى في الحاجب اعمل نهاية الحاجب زي ما انتو شايفين بعد كده بقى بقى اللي باقي في الفرشة بعمل كل الجزء الامامي من الحاجب بعد كده باخد اللون الخفيف في النفس البالت باخده البني الفاتح دي درجتها زيرو تون سيت اقولكو عشان زيرو وون فيها اسود فانا ماحبهاش فعملت بها الجزء الامامي وده برضو اصدت اني استخدم الكنسيلر بتاع بيتي ومن درجة زيرو سري ده كان اصدار من سنة نازل هو لون الروز فانا اصدت استخدمه وانا اضب بي الحاجب قدامكم بصوا بي ان اضاف الحاجب ازاي بالجند فضيع اهو بنضب بي الحاجب وبنزلوه على الجفن عشان هحط فوقي الاشادو كده برضو بنضافها من فوق من تحت انا مصرع عشان ده كان معمول في لايف على الفيسبوك على صفحتي هسيبلكوا لينك الجروب بطلع كل اسبوع لايف وبردو كده انا بدمج كويس عشان هو لونه طبعا مفاتح فلازم تدميجي كويس في بيتي بلندر سغننة بالباقي اللي في ايدي من الكنسيلر هاخده على الجفن العين عادي جدا المكنسيلر يبقى لونه ابيض او روز مش مشكلة يعني هي المشكلة بتوقف الفاونديشن زودت تانية حاست انه هنا تغطية خفيفة وعايز الالوان توضح معي فلازم ابقى مزودة ودمجت تانية اهو بعد كده اخدت اللون الابيض ده من بالت ام ان دي شايد سي خدت ام اي شادو ابيض عشان قديله لون ابيض بدل الروز بفرش الدمج كبيرة بعد كده البالت دي شايد برضو سي دي بلوت البرونزاج البرونزاج اللي ما يرفوش يختلف عن الكنتور انه هو في لمعة وكنتور بيبقى مطموش لمعة فانا حطيتها عشان برضو ازود الكنتور بس انا في الطبيعي يعني في اي لوك تاريه هتلاقوني ما بحطش كنتور لاني بحب البرونزاج اكتر حطيته بالطريقة دي طبعا زي ما انتم شفتو بعد كده مسكت الفرشة بتاعت اكبر فرشة في الدمج فلفي خالص خدتها واريتكن نتلع منها لون فعشان كده جبت الكعكاية دي بنضف فيها الفرش بعد كده البالت بتاعت اي شايد اف استخدمت اللون الفاتح اللون البوني الفاتح بصوا بقى تاريت الدمج انا بطبطب وابعد ايدي انا عشان كنت باشرح لهم بطبطب واقوم نطلع بها لفوق وحركات دائرية بطبطب عشان نحط اللون اكتر في الحتة دي بعد كده اسحابه لفوق انا بدخله الجوه في الجفن كده من ناحية اللي فوق عشان انا حاجبي بعيدة وعيني بعيدة لو انتم متقربة ما تدخلوش لفوق كده وبردو عملت نفس الموضوع في العين التانية بعد كده جبت فرشة تركيز كده اي شادو نضفتها وخدت اللون البني اللي هو الغامة اللي جنبه ايوه اللون البني لون البني محلوم لا سوري سوري خدت نفس البني اللي انا خدته فوق اللي هو الفاتح وحطيته من تحت سوري بجد وبعد كده ده مكتوب الفرشة الاكبر اصدت ان هو يبقى اقرب للرموش وهو تقيل دي فرشة انا عملها كده لوحدها بتدمجلي الاي شادو لازم تكون نضيفة جدا فبطلع بقى بيها الاي شادو لبرق العين عشان تطلعلي اخف له الممكن وده مكتوب برضو بيها من تحت بعد كده جبت البالت دي بتاعت ام ان كنت بوريه من الاصدار القديم كان كده والاصدار الجديد بقى صغير هنستخدم الدهبي والنحاسي دول بس قلت بقى زويد اللوك خدت البوني المحروق وقلت احطه في الكورنر عشان نزويد اللوك شوية يعني وبعد كده مكتب الفرشة بدمجه في مكانه ما بتحركش اكتر من مكانه لو هتحرك اللي هو ايه بعد ما ادمجه بتحرك من مكانك بعد ما تدمجه حركات دائرية والفرشة هتمسكها من تحت مش من قريب قوي بايدك تبقى خفيفة جدا بعد كده برضو زودت منه تاني بس قصيت الحتة دي بس قصيت الحتة دي انا دلوقتي حطيت لمسة من لون الاسود اللي في البالت اللي هي شيد اف لمسة بسيطة لان الاسود بتاعها الباكمين بتاعه قوي جدا فانا مش عايزة اللوك هي قلب تقيل انا عايزة يفضل برضو رقيق وهنا برضو الفرشة اللي هي بطلع بها اللون على برا شوية بيطلع معاكي شغل حلو قوي في الاي شادو بعد كده جبتوا الكنسيلر بتاع ميبليم فاتمي درجته درجة عشرة وجبتوا فرشة الكنسيلر حطيت نقطة كده وبسيت لفوق الحركة دي بتخليكي تعرفي اخر الكات كريس بتاعك فين فانا عملا نص كات كريس عملتها في الناحيتين بعد كده هاخد حتة على ايدي منه لفيت الابليكيتر بتاعته وباخد منها طبعا واقوم مزودة عشان بس اضبط الكات كريس بتاعي زي ما انتو شايفين كده لازم اللي تزامني هنا تروحي تزامني هنا بعد كده جبت الفيكس سبري بتاع اسنس عشان ارشه على فرشة الكنسيلر انا كان عندي فرش تانية بس حبيت استخدم معهم اقل فرش ممكنة عشان اخد به الالوان الشامر دي اخد به الالوان الشامر دي اخد الدهبي الشامر احطه في الكورنر اللي هو القدام عند مدمع العين قوي لو انت يعني كواسعة قوي ما تقطريش في الكات كريس ما ترفعهش لفوق بعد كده دمكت شوية عشان ما يبقش الكات كريس بتاعي محدد قوي محدد قوي بفرشة الدهبي بعد كده اخدت اللون الدهبي وطبعا اللي بعمله في العين دي بس انا كنت قصيت من الفيديو كتير عشان انجز معاكم اخدتوا بسبوعي عشان انا عايزة يبقى مدموج معاهم اخدتوا وانا بحطوا بقى اكني بدمجوا مع اللون الجنبي بعد كده اخدتوا بقى ان انت عشان ترسموا ايلينر وانتو بتخافوا انو كتبوزوه تاخدوا من الشادل باودر الاسود بفرشة انجلد اللي هي زي الحواجب كده بتبقى مقشوطة وترسموا بها الايلينر بعد كده هستخدم الايلينر بتاعي جيل لينر من نوريا الباريس بالفرشة بتاعته برسموه انا كنت بعلمهم في اللايف ازاي ما يغلطوش عشان بصراحة لو غلطوا فيه ما بيتمسحش ما بيتلعش بما كانوا بيلزق بعد كده برسم مدمع العين برضو كانوا طالبينه مني في اللايف والطالب مني في اللايف البعديه برضو بس مدمع العين ده بيتعمل مش لأي عين بيتعمل للعيون المتبعدة بعد كده نضفت اللي وقع من الاي شادو تحت العين بعد كده بنضف صحبة الايلينر بكنسيلر لونه فاتح عشان هستخدم اي شادو جليتر بتاع الكراكتر حطيت الكحلة في الحتة دي كحلة الأبعد بتاع ام اين بعد كده خدت من جليتر اي شادو بتاع الكراكتر درجة الاي 001 خدت بالفرشة بتاعت الكنسيلر وحطيته على الحتة اللي انا حطيت فيها الكحلة الأبيض عشان يزبط لانه ما كانش هيزبط قوي ويبان ان هو قوي جربت طريقة بعد كده حطيت لوس بودر على الكنسيلر ناحية الكنسيلر اللي انا نضفت به الايلينر بعد كده هستخدم رموشي من لوردن باري جلامور ولزق الرموش اللي هو ديو ديو ده اللونه أحمر كده خلاص كنت بالزاعة بس هو مشكلته بياخد وقت فانا قصد كله بعد كده هستخدم من بالت ام اين شيت سي البلاشر اللي هي اللون الع الشمال تحت هو فيه روس كده فانا حبيته وانا بحطه بطريقة اني بدحك وحطه على طفحة الخد واطلع على البرونزاج بعد كده حطيته على الانف انا عايز احطه بالطريقة دي حطيته على الدقن وجبت قلم الحواجب بتاع ام ان اللي هو اللونه بني بس قبلها حطيت الهايلايتر ستيك ده من هودا بيوتي ده مش اوريجنال دي حبرة واحدة لانا مستخدمها مش اوريجنال بعد كده رسمت بقى قلم قصدي قلم الحواجب بتاع ام ان حددته بقى شفافي وهمل شفافي كلها بي ده الروج اللي اتسألت عليه كتير جدا جدا على انستجرام وعلى الفيسبوك وفي كل حاجة انا مطلع فيها اتسألت عليه مش هيطلع معاك الروج جير لما تحطي قلم الحواجب ده على كل الشفاف وتحدديها كويس وبعد كده هتحطي الروج اللي لونه سيمون وبيعود ثابت كتير يا بنات بيعود ثابت قوي ده الروج ده انا كنت جايباها وما كانش حالو كان بيقطع على الشفاف لما عملت الحركة دي معاه بقى بيزبط وما يقطعش على الشفاف بقى بيديني لون فضيع انتو بنفسوكو يعني هتشوفوا هيعجبكو بافضل رايحة جاية رايحة جاية حدو ما وصل للدرجة اللي اعايزاها بصوا اللونه عملي ازاي بعد كده خدت من كنسيلر ميبليم فت مية درجة عشرة خدت بالفرشة بتاعت الكنسيلر ونظفت شفافي لما بتنظف شفافي حتى لو انت مغلطيش بس انت بتعملي لوك سوري او لوك اي لوك تاني بتبين جمال الشفاف قوي يعني الرسمة تبقى حلو بعد كده حطت قلم كحلة من ام ان جوه عيني كحلة ابيض عشان اللوك ما يبقاش مدايق عيني بعد كده هرش على الميك اوب الفيكس سبري ده الميست انت فيكس من فريفر 52 سعر دلوقتي داخل في 350 او 400 على حسب المكان اللي انت هتشري منه لازم افضل بصل تحت لحد ما ينشف بيشد البشرة قوي بيخلي الهايلايتر فضيع فان حطيته قبل الهايلايتر بص بقى ده هايلايتر بيتي وومن خدت درجة الصفره اللي انا شبرت عليها بصوا بيعمل اي في الهايلايتر بيخليه واضح بطريقة فزيعه بعد كده هحطه على الانف زي ما انتو شايفين كده وحطيته عند عدمة الخدود اكدت بشرح ايه هو جميل يعني هو سعر بسيطة او كل حاجة يعني من 800 جنيه او 130 ده اخر وبين وبعد كده هحطيت عند عدمة الحاجف وده ماكت بقى بالفرشة اللي انا بتمت بيها علشان اللون ما يبصش مني شكله بعد كده هحطيت على الان وكده هحطيت في الدقن وبس كده بنات اللوك خلص وان شاء الله هنزل لكم اللوكات كده كتير استنوني وكمان هحط لكم لينك الانستجرام بتاعي متنسوش تتابعوني عليه وما تنسوش تنضموا للجروب بتاعي اسمه موجود على الفيسبوك هحط لكم اللينك بتاعي بطلع لايب كل اسبوع وبعمل ريفيوهايت كتير هناك وان شاء الله هحاول وان ازلها لكم هنا على القناة متنسوش لو انتو كده تفعلوا جرس اه تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الاشعارات عشان نسألكو كل فيديو جديد وشايروا كتير قوي مع صاحبكم باي